السؤال السؤال كيف سر أنه دائماً نسبة الوفيات هي واحد بالمئة من عدد الإصابات في لبنان وبالأردن أبداً بالعكس عملي منهم حسابهم على جمعة يبعثون لي اليوم عنا مثلاً 1400 صوب حالي في لنفترض أدد الواحد بالمئة تبع ال14 14 14 حالي يعني مساء بينهم أنه عندك هالأدد إصابات عندك واحد بالمئة الناس عم بتمون يعني شوف عالمياً يا سيدي عالمياً هو نسبة للأسف الوفيات هي من واحد لتنين في المئة لكن بالعكس في دولنا العربية إحنا في عنا بوينت سيكس برسنت وفي دول أكتر زي العراق للأسف في العراق تصل سبعة تمانية في المئة فلا إحنا لكن العالمياً العالمياً هي من واحد لتنين في المئة هل الكمامة تخفف من انتشار الفيروس؟ طبعاً يجب على الكل لبس الكمامة يجب يجب لكن الكمامة بدون تباعد جسدي ما بسبب ما بسبب تلبس كمامة وتروح تخضن صاحبك لأن الكمامة الملامسة بأماكن مثلاً أنا قاعد على الطاولة هلأ وخطيت إيدي كان واحد قاعد قابلي معه كورونا وخاطت إيده مكاني هل ممكن أني أخذ منه أو لا؟ لأنه في دراسة بتقول أنه ما بقى كثير الأسطح تنقل العدوى ما هي الحقيقة؟ لا إذا كان في مريض عطس عطس على الطاولة أنت حطيت إيدك على الطاولة أو أي شخص ووضعه مثلاً على أنفه ممكن أن تصاب بالكوفيد ناينتين طيب الاحتمالية ضعيفة يعني هل تعدي الجواب نعم؟ طيب فرصة العدوى قليلة ليش؟ لأنه ما بيكون الحمل الفيروسي كبير أي شخص عشان يصاب بكوفيد ناينتين خيتوني لازم ياخد حمل فيروسي عشان يك تعريف المخالط هو من يجلس مع المصاب بفترة لا تقل عن 15 دقيقة بمسافة لا تقل عن 1.5 متر نصيحة ممكن أول ما تيجيكم سعلي جافي ظلكم نشربوا ماء باستمرار والابتعاد عن تناول أي مسكنات الجواب يعني لا السعال علاجه الآتي يا جماعة هذا السؤال كتير مهم وأرجوكم اسمعوا جواب السعال أحسن دواء للسعال هو ماء دافئ مع معلقة عسل مع ليمون هاي في أكبر مجلات العالم بريتش ميديكال جورنال بي أم جي كفتها بالبنط العريض السعلي شو هي؟ السعلي أفضل دواء السعلي من كل أدوية السعلي اللي موجودة بالصيدلية ماء دافئ عسل وليمون فقط أرجوكم الناس اللي عندهم كوفيد ناينتين ممنوع ياخدوا أدوية السعال اسمها العلمي ديكستروميثورفن في دواء بديش أسمي أسماء تجارية ممنوع ياخدوا هذا دواء مثبت للسعال هذا الدواء أثبت علمياً أنه يزيد من تكاثر كورونا اسمه ديكستروميثورفن ممنوع أنا بشوفه كثير على وصفات ممنوع ناخد أدوية مثبتة للسعال اللي هي من نوع ديكستروميثورفن الدواء اللي بنا ناخدوا إذا بنا نخفض السعال بسيط جداً تكلمت عن اللقاحات صارت جاهزة تقريباً إنها تنزل على الأسواق طبعاً هنا 189 لقاح الآن يا سيدي مرشحة لأن تخرج أحد عشر منها وصل للتجارب السريرية الثالثة شو يعني التجارب السريرية الثالثة؟ يعني هاي آخر مرحلة مثلاً في عندك شركة أعلنت بأنه في آخر شهر أكتوبر ستخرج بالنتائج فمعناته لتكون إن شاء الله قد أنهت وبدأت في التصنيع شركة أخرى قالت أنها ستنهي في 25-11 فإحنا إن شاء الله بآخر السنة رح يكون في عندنا لا يقل عن خمس أو ست لقاحات موجودة التحدي هو في تصنيع 2 مليار جرعة وإرسالها للدول طيب برأيك أي متى رح نشوف أول لقاح رح ينزل على الأسواق؟ يعني لا هو سيظهر إلى النور خلال شهر شهرين أما يوصلنا مثلاً يوصل لبنان إي متى رح يوصل؟ يمكن يوصل بشهر 3-4 الجاي لأنه عبين ما تتفاوض وتدفع فلوس ويشحنونك إياه واللوجستيكس يعني المشكلة هي باللوجستية لأنه هذا مش دوى أقراص خييتوني هذا قوارير صغيرة زجاجية بدي ينحط فيها اللقاح بدي ينحط في بردات بدي ينتقل بالطائرات يعني القصة اللوجستية معقدة شوي مع اللقاحات لهذا يمكن ناخد فترة يعني رح يمر علينا للأسف هذا الخريف والشتاء بدون لقاح للأسف هل الكورونا يعني عم بيسألوا إذا المدخنين ينصابوا بكورونا أكتر أو أقل؟ تيدي هذا السؤال يعني هو سؤال ملغوم المدخنين أنت اللي بدخن أصلا أنت عم تعمل إشي غلط وعم بتضر رئتك لكن أنا بعرف شو بدك من السؤال السؤال أنه في دراسة قالت بأنه نيكوتين نيكوتين وليس التدخين انتبهوا ممكن أنه بلوك كورونا ممكن أنه يعني يوقف نشاط كورونا فما يقولولي أنه بدنا ندخن لأ يا حبيبي لا إحنا بنقولي النيكوتين التدخين في أكتر من 3500 مادة سامة فأرجوك السائل أنا بحبك اترك التدخين اترك التدخين الدراسة كانت على النيكوتين وليس عن التدخين اتركوا في القناة